وصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده في القرى بمختلف المحافظات لتقديم الوعي والاستماع إلى أراء الأهالي وحل مشكلتهم بجانب تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الاجتماعية ففي قرية الحمول بمحافظة الفيوم قدم فريق التحالف الوطني بتنسيق معدد من المؤسسات التوعية الكاملة الخاصة بكرت الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة والكشف المبكر عن سرطان السدي والصحة الإنجابية كما قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنفيذ مبادرة خيرك سابق بالتعاون مع قوافل ستر وعافية من خلال توزيع 9000 كرتونة مواد غذائية بمركز يوسف الصديق بالفيوم بالإضافة إلى عدد من الوجبات الساخنة بمشاركة عدد كبير من المؤسسات المنضوية تحت مظلة التحالف